خبرات الأمريكية والبريطانية على تحجيم الشيعة في منطقة الشرط الأوسط بعد نجاح الصورة الإسلامية في إيران وقد جاءت هذه المعلومات في كتاب مؤامرة التفريق بين الأديان الإلهية الذي هو الكاتبه الأمريكي مايكل براند الذي قال بكتابه بأن الشيعة أصبحوا يمثلون خطرا على المشروع الغربي ولذلك يبددون ويحبطون كل المشاريع الأمريكية في منطقة الشرط الأوسط وعلى إسرائيل القاعدة التي بنوها وبنوا أحلام عليها لأن تفرق بين البلدان العربية ولتعمل على نهب ثروات الشعوب فلذلك قالوا بأن الشيعة كوتهم من المرجعية وعلينا إسقاط المرجعية وكوتهم في عشوراء والتباطهم بصورة الحسين وعلينا أن ندخل الخرفات في عقائدهم يعني هذا موكتوب في كتاب اللي اسمه مؤامرة التفريق بين الأديان الإلهية كما قلت من مايكل براند أرجع إلى سؤالك نعم لأن الشعب المقاومة والبيئة الحاضنة للمقاومة في لبنان يعني أثبتت على أنها بيئة متماسكة بيئة قوية قادرة مؤمنة هي يعني من المقاومة والمقاومة منها يعني أبناء الرجال المقاومة هم من هذه البيئة لم يأتوا من خارج من الفضاء من خارج أو من المريخ لذلك يعني المقاومة قوية ببيئتها والبيئة قوية بمقاومتها وبرجالها فلذلك هذا التماسك وهذه يعني هي التي منعت التفكك ومنعت انهيار المقاومة رغم كل الألم ورغم كل الدمار والقتل للمدنيين والأطفال النساء التي تمارسها تمارسها إسرائيل للحاضنة للبيئة الحاضنة للمقاومة في لبنان فأثبتت المقاومة ورجالها في الميدان والنازحين الآن في مراكز إيوائهم ووجودهم بأنهم يعني لن يتخلوا على المقاومة لأن هذه هي يعني ثقافة وعقيدة المسلمين الشيعة التي هي إحدى الحسنيين أي أما الانتصار أما الشهادة